أهلا بكم في هذا الفيديو سنشرح مقالا من موقع الجزيرة الإنجليزية يتحدث عن التحقيقات بخصوص انفجار بيروت عنوان هذا المقال يعني بعد سنة سياسيون متهمون متهمون بعرقلة العذالة في التحقيقات بخصوص انفجار بيروت بيروت بلاست انفجار بيروت بلاست انفجار حرفيا عرقلت عدالة انفجار بيروت لكن مقصده عرقلت العدالة تحقيق العدالة فيما يتعلق بانفجار بيروت تتهم جماعات حقوقية وأهالي الضحايا المسؤولين بتعطيل التحقيق في الانفجار المدمر بالميناء جماعات حقوقية وعائلات الضحايا يتهمون المسؤولين بتعطيل التحقيق بتعطيل التحقيق في الانفجار المدمر بالميناء أو انفجار الميناء المدمر هنا لا يتهمون المسؤولين عن الانفجار إنما يتهمون المسؤولين بتعطيل التحقيق لأن كلمة هنا ليس المقصود بها المسؤولين عن الانفجار إنما المقصود بها المسؤولون يعني المسؤولون لديهم مناصب حكومية ناصب كبير بيروت لبانون أهل بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي دمر العاصمة اللبنانية ما زالت عائلات الضحايا المكلومة أو الحزينة تنتظر الإجابات والمساءلة والعدالة جاستيس العدالة المساءلة المساءلة كلمة كلمة دمرا 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 عائلات الضحايا المكلومة اكبر المصابة المترجمات المساء المال المصابة والعائلات الضحايا المنصابة المساءة قتل أكثر من 200 شخص وأصيب 6500 بالجروح عندما اشتعلت مئات الأطنان من سماد نترات الأمونيوم شديد الانفجار في الميناء والذي خزن هناك منذ قبل 6 سنوات فيما اعتبر أو كان أحد أكبر الانفجارات الغير نووية في التاريخ فورتليزر 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 سماد فورتليزر إجنيتد اشتعل إجنيتد 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 إشتعل أكبر انفجارات غير نووية نون نوكلير يعني غير نووي نوكلير نووي نوكلير ستور يخزن ستور خزن ما كلمة وندد جرحة وندد سأعيد قراءة الفقرة أكبر 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 عذر م litrate fertilizers, رinated in the port for 6 years, ignited on August 4, 2020, in what was one of the largest non-nuclear explosion in history. Human rights groups and families of the victims have accused the country's leadership اتهمت جماعات حقوق الإنسان وأهالي الضحايا قيادة البلاد بعرقلة تحقيق القاضي طارق بيطار الذي بدأ بعد وقت قصير من الكارثة جماعات حقوق الإنسان قيادة البلد قيادة القائد قيادة القائد وهي جماعة الأشخاص الذين يقودون البلد أو حكومة البلد من عرقلة إيقاف جد تاريك بيطار's investigation تحقيق which was launched shortly after the disaster الذي بدأ بعد وقت قصير من الكارثة disaster disaster الكارثة وكانت محكمة لبنانية قد عزلت سلفه his predecessor القاضي فاتصوان في فبراير شباط بعدما اتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس الوزراء المنتهي ولاية حسن دياب بالإهمال الجنائي criminal negligence إهمال جنائي criminal negligence criminal negligence كلمة outgoing تعني منتهي ولايته سيغادر منصبه في طريق مغادرة منصبه outgoing prime minister outgoing prime minister رئيس الوزراء المنتهي ولايته former سابق former ministers وزراء سابقون former ministers charge يتهم he charged three former ministers اتهم ثلاثة وزراء سابقين he charged three former ministers وتستخدم كذلك بمعنى تهمة charge تهمة سأعيد قراءة هذه الفقرة a Lebanese court had removed his predecessor judge Fadi Shawan in February after he charged three former ministers and outgoing prime minister Hassan Diab with criminal negligence we had faith that Lebanese judges with integrity could carry out an investigation Ibrahim Houtait who lost his younger brother 46 year old port firefighter سأترجمها للعربية سأترجمها للعربية وقال إبراهيم حطايت إبراهيم حطايت الذي فقد أخاه الأصغر الذي يبلغ من العمر 46 سنة وهو رجل إطفاء بالميناء port firefighter واسمه ثروة حطايت قال كان لدينا ثقة في أن القضاء اللبنانيون يمكنهم إجراء التحقيق بنزاها we had faith we had faith كان لدينا إيمان that Lebanese judges أن القضاء اللبنانيون with integrity could carry out an investigation يمكنهم تحقيق أو تنفيذ تحقيق بشكل نزيه with integrity integrity نزاها carry out يجري carry out يجري يحقيق يجري التحقيق هنا who lost his younger brother الذي فقد أخاه الأصغر who lost his younger brother Judge Bitar proved he has integrity but the problem is that we don't have honorable politicians وقال كذلك بأن القضي بطار أثبت بأن لديه نزاها proved he has integrity لكن المشكلة but the problem هو أنه ليس لدينا سياسيون شرفاء that we don't have honorable politicians honorable شريف honorable honorable we don't have honorable politicians حتايت is part of an association of families who lost relatives in the disaster حتايت كان عضوا في جمعية من العائلات أو من عائلات الذين فقدوا أقاربهم في الكارثة who lost relatives who lost relatives in the disaster relatives أقرب they have lobbied parliament to compensate their families and have held regular protests calling on officials to allow the probe to continue ضغطوا على البرلمان لتعوض عائلاتهم ونظموا احتجاجات منتظمة تدعو المسؤولين إلى السماح باستمرار التحقيق they have lobbied they have lobbied ضغطوا lobbied على البرلمان parliament لتعوض عائلاتهم to compensate their families to compensate their families لتعوض عائلاتهم ونظموا احتجاجات منتظمة they have held regular protests regular منتظمة تجريب كل يوم وكل أسبوع بشكل منتظم held regular protests calling on officials داعين المسؤولين أو تدعو المسؤولين calling on officials calling on officials to allow the probe to continue للسماح للتحقيق بالاستمرار أو للسماح باستمرار التحقيق to allow the probe to continue so far 25 people have been detained in connection with the explosion mostly junior and mid-level port workers and officials 13 have been released while head of customs Badri Bahir and head of the Beirut port authority Hassan قريثم محتجزين so far so far يعني حتى الآن 25 people have been detained have been detained تم اعتقالهم have been detained have been detained detained يعتقل in connection with the explosion لارتباطهم أو لصلتهم بالانفجار ومعظمهم من صغار ومتوسط يعني دوم مستوى صغير ومتوسط ليسوا مسؤولين كبار junior يعني صغير junior junior mid-level دوم مستوى متوسط port workers and officials port workers عمال الميناء officials مسؤولين عمال ومسؤولي الميناء 13 تم اطلق صراحهم released 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 اطلق صراحهم released يطلق الصراح في حين رئيس الجمارك head of customs head of customs رئيس الجمارك بدري داهر ورئيس مصلحة مرفع بيروت the head of the بيروت port authority حسن كريتم are still being held ما زالوا محتجزين are still being held held يعني محتجز held officials have so far rejected بيتار's requests to lift the impunity of several high-ranking lawmakers and security chiefs so they can be questioned on the suspicion of criminal negligence as well as homicide with probable intent سوف أترجمها الآن للعربية وقد رفض مسؤولون حتى الآن طلبات بيطار برفع الحصانة to lift impunity عن العديد من كبار المشرعين وقادة الأمن حتى يمكن استجوابهم للاجتباه في ارتكابهم إهمال جنائي criminal negligence وكذلك بالإضافة للقتل مع وجود أو مع إمكانية أن يكون متعمدا with probable intent intent تعني النية intent هذا القتل هو ممكن أن يكون متعمدا لأننا نقول homicide with intent قتل عبد homicide with intent homicide قتل مادة قتل rejected رفض officials have so far rejected المسؤولين رفضوا حتى الآن طلبات بيطار بيطار's requests لرفع الحصانة to lift the immunity حصانة العديد من كبار المشرعين several high-ranking lawmakers كبار high-ranking high-ranking لديهم rank عالية يعني رقبة عالية high-ranking lawmakers مشرعين وقاذة الأمن security chiefs لكي يتم استجوابهم so they can be questioned so they can be questioned so they can be questioned للاشتباه في ارتكابهم إهم الجنائي on the suspicion of criminal negligence on the suspicion on the suspicion في الاشتباه لارتكابهم إهم الجنائي تاني اشتباه suspicion أو شك the officials include general security chief major general Abbas إبراهيم state security head major general Tony Saliba ex finance minister Ali Hassan Khalil former public works minister Ghazi Zaiter and Yusuf Finianos and ex interior minister Nohad Mashnook من بين المسؤولين أو المسؤولون يشملون the officials include general security chief رئيس الأمن العام general security chief general security chief رئيس الأمن العام اللواء Abbas إبراهيم major general Abbas إبراهيم major general اللواء major general state security head major general Tony Saliba رئيس أمن الدولة state security head state security head رئيس أمن الدولة major general Tony Saliba ex finance minister رئيس وزير المالية السابق ex finance finance المالية ex سابق minister وزير ex finance minister علي حسن خليد former public works ministers غازي زايتر and يوسف فينيانوس ووزير وزيري الأشغال العام السابقين former تعني سابق former وزير الأشغال العام السابقان former public works الأشغال العام public works and ex interior minister وزير الدخلية السابق ex interior minister نهاد مشنو total impunity in late july at least 50 MPs endorsed a motion to lift the immunity of زايتر Khalid and Mashnuk who are currently PMs so they could be questioned and potentially tried at the supreme council a judicial body charged with matters of impeachment total impunity حصانة كاملة impunity الحصانة exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action استثناء من العقاب يستثنون من العقاب في أواخر يوليو in late july وافق ما لا يقل عن خمسين نائبا على اقتراح لرفع الحصانة عن زايتر وخليل والمشنوق وهم نواب حالي at least 50 PMs PMs تعني نواب members of parliament endorsed a motion وافق على اقتراح لرفع الحصانة endorsed وافق على a motion to lift اقتراح لرفع impunity الحصانة عن زايتر خليل ومشنوق الذين هم أعضاء برلمان who are currently PMs so they could be questioned لكي يتم استجوابهم so they could be questioned and potentially tried وربما محاكمتهم and potentially tried potentially ربما tried جاءت من فعل try يحاكم at the supreme council في المجلس الأعلى وهو هيئة قضائية مكلفة بمسائل الإقالة a judicial body charged with matters of impeachment a judicial body judicial التي تعني قضائي judicial body هيئة charged with matters مكلفة بقضايا charged with matters of impeachment impeachment هي a charge of misconduct made against the holder of a public office هي تهمة سوء سلوك توجهه لشخص لديه أو مكلف أو مسؤول في وظيفة عامة impeachment سأعيد قراءة هذه الفقرة كلها in late july at least 50 p.m. endorsed a motion to lift the impunity of Zaiter Khalil and Mashnook who are currently PMs so they could be questioned and potentially tried at the supreme council a judicial body charged with matters of impeachment however the families of the victims and lawyer activists criticized the move as an attempt to shield officials from Pitar's jurisdiction as the supreme council comprises members of parliament and has never conducted a trial in its history لكن أهالي الضحايا والمحامين الناشطين انتقدوا هذه الخطوة باعتبارها محاولة لحماية المسؤولين من اختصاص بيطار حيث يضم المجلس الأعلى أعضاء في البرلمان ولم يجري أي محاكمة في تاريخه trial trial محاكمة has never conducted a trial لم يجري أي محاكمة in its history حماية المسؤولين محاولة لحماية المسؤولين attempt to shield officials attempt to shield officials محاولة لحماية المسؤولين من اختصاص بيطار from بيطار's jurisdiction jurisdiction يعني اختصاص قضائي شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس آخر هذا المقال ما يزال طويلاً جداً لكنني اكتفيت بتقريباً نصف المقال ترجمة نانسي قنقل